السلام عليكم وأهلا بكم في حديث العاشرة تسغل الميليشيات الحوثية فعالياتها الطائفية في تطيف المجتمع ونهب أموال اليمنيين نناقش في هذه الحلقة مظاهر نشر الفكر الطائفي الذي تسلكه الميليشيا الحوثية واستغلال الميليشيا الحوثية لمختلف مناسباتها ذات الطابع الطائفي لتوظيفها في نشر الطائفية السياسية أولا ومن ثم نشر الطائفية العقائدية ثانيا التطرف الطائفي من قبل الميليشيا الحوثية في مجتمع الغالبية الساحقة منه تنبذ هذا الفكر الطائفي وترفيه خطرا يتهدد الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية المناسبات الطائفية للميليشيا الحوثية كيف تعمل من خلالها الميليشيا الحوثية على تكريس نفوذها وإطالة انقلابها سموم الطائفية أيضا التي تروج لها الميليشيا الحوثية سواء كانت طائفية عقائدية أو طائفية سياسية كيف ستفجر الغضب الشعبي في وجه هذه الميليشيا الإرهابية أناقشوا هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفنا في الستيديو الدكتور قائد الشريفي الأكاديمي والباحث السياسي مرحبا بك دكتور معنا في حديث العاشرة حياكم الله أخي الكريم حيا الله المشاهدين جميعا أهلا وسهلا إذن مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير في عاشرة وعشرات المناسبات المصبوعة بالصبغة الطائفية الخمينية يمتص الحثيون ما بقي للمواطنين من مال ويثيرون نعرات ستعد لسفك ما بقي من دم المناسبات الطائفية التي خنقت أيام العام وكما تهدف لتطييف المجتمع وفرض هوية لا علاقة لليمنيين بها فإنها تهدف كذلك لإبقاء المواطنين تحت سيف جبايات لا يرفع عنهم وذلك نهب أخطر ما فيه أن يظنه الناهبون عبادة بحجة أن اليمنيين وما يملكون ملكا لهم الجبايات الحثية التي بدأت مغلقة على صعده ثم جاءت مغلفة على استحياء إلى عمران وصنعه باتت اليوم ظاهرة بلا حياة وطالت الجميع بلا استثناء فجميع ما يقعون تحت سيطرة الميليشية مستهدفون بالتطييف والتخويف والتجفيف تطييف العقول وتخويف النفوس وتجفيف الجوب أحدث مظاهر النهب المتصائد باسم عاشورة شمل التجارة ومدراء الشركات والمؤسسات الخاصة في الحديدة وغيرها وعفق مصادر محلية فقد تم إلزام كل محل بدفع عشرة آلاف ريال فيما أجبرت الشركات والمؤسسات على دفع أضعاف ذلك وما خفي من النهب ويخشى التجار التحدث عنه أعظم من كل الأرقام المتداولة وإذا كان النهب المتصاعد يمتص عرق جبين اليمنيين فإنما يطرأ على المناسبات الطائفية من تغيير سنة بعد أخرى يؤكد أن الأخطر من سرقة الأموال ونهبها استخدامها لسرقة عقول الجيل حيث تشير كل المعطيات بوضوح إلى جيل تتم صناعته في المحاضن والمناسبات الخمينية ليغضو جيلاً خمينياً خالصاً كما حدث لأجيال عراقية وذلك مخطط شيطاني لا سبيل لإفشاله إلا بتحرك الجميع اليوم لإنقاذ أبنائهم واستنقاذ وطنهم وبدون تحرك عاجل متكامل اليوم لن ينفع الندم في الغد شكراً للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير أبدأ النقاش مع ضيفنا في الستوديو الدكتور قايد الشريفي الأكاديمي والباحث السياسي في البداية كيف تستغل الميليشيا الحوثية فعالياتها ومناسباتها الطائفية لتطييف المجتمع الحوثي جماعة طائفية بالأساس فنحن نحuta عن الطائفية حتى يفهم المشاهد الكريم وهي الدعاء امتيازات لكل من انتسب إلى هذه الطائفة هذه الامتيازات لا تقرها القوانين والدساتير أيضاً لا تقرها حقوق الإنسان الدعاء امتيازات لكل من انتسب إلى هذه الطائفة طائفة الحوثي أو طائفية الحوثي هي من أخطر أنواع الطائفية وهي طائفة عرقية يعني قائمة على أساس العرق وهي كثيرة حتى في التاريخ التاريخ القديم يعني كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه أيضا قبلهم قال إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقتهم من طين فالطائفية قد تكون مناطقية وقد تكون يعني عرقية وقد تكون سياسية يعني كل من انتسب أو دخل في إطار هذه الجماعة فطائفية الحوثي هي طائفة عرقية يعني كل من انتسب إلى آل البيت كما يسمونه يحظى بامتيازات هذه الامتيازات تخالف الشر تخالف الدستور القانون تخالف حقوق الإنسان تخالف حقوق المواطنة في المجتمعات وقد نبذتها الشرائع السماوية جميعا يعني والدستير القديمة والحديثة طائفية الحوثي طبعا خاصة فيما يتعلق باليمن الحوثي في أساس عصابة لجباية الأموال والانتهاك ممتلكات وحقوق الناس فقد انتهاك يعني حق الدولة وانتزع حق الدولة من عيدي أصحابها فقامت هذه الطائفة العرقية العنصرية على هذا الأساس فاخترع له الأعياد ونحن نقول حقيقة أن الحوثي لا يحتاج إلى أعياد فكل أيامه أعياد بالنسبة له فأطلق يده في نهب أموال الناس والسطو على ممتلكاتهم ولم يعد حقيقة بحاجة إلى ما يشاع من أعياد عيد الغدير عيد الزهرة عيد الولاية عيد عاشورة عيد العباس ومن هذا القبيل فأطلق يده بغير رقيب ولا حسيب وصنع في الشعب ما لم يصنعه أحد قبله حقيقة يعني في ملجباية وهي امتداد لنفس السيناريو الذي كان تمارسه السلالة السلالة هذه سواء كان لأئمة المتأخرين أو عندما دخل الرسي وغيره إلى اليمن طبعا أجبر التجار أجبر المستثمرين أجبر المواطنين بقوة الحديد والنار يعني في مناطق سيطرة الحوثي سخر الجهات الأمنية لنهب أموال الناس تحت مسمى هذه الأعياد طيب إذن لماذا يقيم هذه الأعياد يقيمها لدر الرماد في أعين من لا يزال يعني يصدق الحوثي ولا الحقيقة أن الحوثي في المناطق سيطرته لم يعد محتاج إلى مثل هذه الأعياد فكل أيام هي الأعياد ما أن تشرق شمس إلا ويطلق يده في أموال الناس في ممتلكات الناس في بنوك الناس في ودائع الناس في حقوق الناس يعني بشكل عام فأيضا قامت هذه الطائفة خاصة فيما يتعلق بالأعياد وبالفكر هذا على الفتاوى أيضا المضللة فنجد من فتاويهم ما يخالف العقل ما يخالف الشرع ما يخالف الدستور والقانو كذلك قامت على الأساطير وحتى يعني إلى قريب يعني كان يعني بدر الدين للحوثي هذا عمل لنفسه جنب بيته حنفية فيها ماء ما عادي طبعا كل ما يدعي أن كل من شرب حتى أعتقد الناس بهذا كل من شرب من هذا الماء فإنه ستصيبه السعادة ما حي يعني إلى أن يموت وسيهنى ولن تصيبه المشاكل ولن تصيبه الآفات وهكذا فقائمة على الفتاوى المضللة على قوة الحديد والنار على الأساطير والخرافات وأيضا على غياب الدولة فالمناطق التي يسيطر عليها الحوثي نحن نتحدث عن 75% من الشعب اليمني هم في مناطق سيطرة الحوثي فهو الحقيقة الزخم الجماهيري والشعبي هو لا يزال يعني بين يديه وكما فعل أئمتهم القريبون الإمام أحمد والإمام يحياء كانوا يجوعون الناس ومخازينهم ملأة بالحبوب وبالثمار وبالأغذية والشعب يعني يموت وجوعا مقابل ماذا؟ مقابل أن هذا فقط من هذه الطائفة ومن هذا الأرق نعم طيب يعني الميليشيا الحوثية تستغل المساجد لحشد الناس كي يحضروا في فعالياتها الطائفية يعني ما الذي يمثله ذلك من انتهاك؟ الحوثي منذ أن ظهر وهو ركز على المساجد أولا فرغها من أهلها من خطبائها المعترف بهم والمقبولين شعبيا المقبولين شعبيا وفعل كما فعلت إيران إيران هي طهران يعني عاصمة إيران هي العاصمة الوحيدة في العالم التي لا يوجد فيها مسجد الأهل السنة حتى موسكو واشنطن برلين كل عواصم العالم إلا طهران لا يوجد فيها مسجد واحد الأهل السنة ففرق يعني البلد من الخطباء من المرشدين المعتدلين وأتى بأناس هم صنيعته إيدولوجيا فكرييا عقادي يريد أن يستبدأ المساجد بالحسينيات؟ بلا شك طبعا الحسينيات تأتي في خط موازي موازي المساجد وهي أقدس عند الحوثي من المساجد إذا كانوا يقولون أن كربولا الحج إلى كربولا أعظم الحج إلى مكة فكيف بالحسينيات ومقارنة بالمساجد؟ المساجد ماذا فعل فيها الحوثي عندما ظهر؟ فجرها حجر أهلها سجن القائمين عليها شردهم أخرجهم من أراضهم فعل بهم ما لم يفعلوا أحدهم يعني قبل حقيقة يعني فأتى بخطبة يفتقرون إلى العلم الشرعي يفتقرون إلى الوسطية يفتقرون إلى العقل الرشيد يفتقرون إلى العادات والتقاليد اليمنية فأتى بهم وجعلهم خطباء ونحن نرى يعني كيف حال الناس في المحافظات التي يسيطر على الحوثي تجد أن المساجد أحيانا لا يحضره إلا عشرة أو أقل من عشرة أو ستة أو سبعة أو أحداد قليلة جدا لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا الكائن الذي أتى به الحوثي سيردد ما لا يقبله الشرع ما لا يقبله العقل ما لا تقبله العادات والتقاليد فسخروا مثل هذه المساجد بلا شك يعني هي أداة من أدواتهم المسجد اليوم في مناطق سيطرة الحوثي لم يعد يعد إلا رسالة واحدة هي ما يصب في مصلحة الحوثي وفي سبيل جبايته لأموال الناس وتضليل الناس ونشر الخرافات ونشر الثقافة الطائفية المقيتة في المجتمع ماذا نفهم أيضا في مبالغة الميليشيا الحوثية في فعالياتها وفي هذه أيضا تحديدا في الطقوس المستوردة من إيران طقوس لطم الخدود الطعن بالسكاكين أصبحت تجاهر بذلك بعد أن كانت من قبل تتخفى نعم طبعا الحوثي كما لا يخفى على أحد نحن اليوم نتحدث يا أستاذ عدنان عن عشر سنوات يعني في اليمن لم تعد تنطل حياله على أحد فيعلم الجميع أن الحوثي ما هو إلا بذرة يعني سقيت بالماء الإيراني الماء العسكري الماء الفكري الثقافي اللوجستي السياسي فهو صدى حقيقة لكل ما يحدث في إيران بدءا بالشعار البعض يظن أن الحوثي هو الذي اخترع هذا الشعار هو شعار إيراني هو أول من قال هذا الشعار هو الخميني يعني في أواخر السبعينات عندما أتى بما يسمى بالثورة الإسلامية فأطلق هذا الشعار فالحوثي حقيقة ما هو إلا نسخة مشوهة لما يحدث داخل إيران بدءا بالمرشدين المشرفين نزع سيادة الدولة وجعل هناك متنفذين من ما يسمى بالسيد وغيره هو المرشد الأعلى الآن ولاية الفقهة ولاية الفقهة الرئيس الآن في إيران لا يستطيع حقيقة أن يظهر حتى يبارك وجوده المرشد العام للثورة الإسلامية اللي هو الخميني هذا ما يصدونه بالثورة الإسلامية نعم إذن اسمح لي أن أقاطعك دكتور سعود إليك نشرك معنا في النقاش الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف السابق مرحبا بك معنا في حديث العاشرة نتحدث عن كيف تستغل الميليشيا الحوثية هذه الفعاليات الطائفية تمارس هذه الأيام الميليشيا الحوثية طقوسا فيما تسمي بيوم عاشرة طقوسا مستوحاة من الفكر الإيراني الدخيل هذه المناسبة وغيرها كيف تستغلها الميليشيا الحوثية لنهب أموال اليمنيين وتطيف المجتمع شكرا جزيلا قناة سهيل على طرق هذا الموضوع الهام وحقيقة الأمر أن هذه الميليشيات الحوثية ويشبهها كل الميليشيات التي زرعت إيران أذرعتها في كثير من البلدان سوى كانت سوريا أو العراق أو لبنان أو اليمن كلها تستخدم مسألة الغطاء الديني من أجل تمرير أمرين الأمر الأول الوصول إلى السلطة بعقلية أيديلوجية مذهبية متعصبة والأمر الآخر من أجل جني الأموال من الناس وبالتالي تستطيع أن تغذي هذه المشاريع الهدامة عن طريق صرف مثل هذه المبالغ التي يجنونها من المواطنين قهرا وعنوة وعدوانا وبالتالي كل هذه المناسبات التي تمر علينا سوى كان يوم الولاية أو المولد النبوي أو يوم عاشورة لا تكاد أن تقف عند محطة إلا وهي تتعلق بالجانب المالي والجانب المادي وأيضا نتذكر موضوع الخمس الذي انتهى منذ زمان طويل جدا وربما منذ سقوط الدولة العثمانية ولم يبقى هناك مكان لهذا البند عاد اليوم من جديد ليحيونه ويحقق من وراها موالا طائلة من قوت وطعام وشراب وغذاء المساكين وأيضا بالمقابل من أجل تجسيد الهيمنة السلالية على الشعب اليمني وبالتالي في هذه الاستوانة المشروخة التي يرددها الحوثي باستمرار حول ما يتعلق بالمجهود الحربي أو المجهود المالي هو يصب في هذا المجال وهو استغلال كل مناسبة دينية حتى وإن كان هذه المناسبة روحانية أو لها أصل من الشرع لكنه يتم تضخيمها وتوسيعها والاستفادة منها ماديا من أجل الوصول إلى مآربهم في فرض هذا الفكر وهذا المعتقد وجعل الشعب اليمني على قالب واحد دون مراعاة للتعدد المذهبي أو التنوع الفكري أو المدارس العلمية والفكرية الموجودة في الساحة للأسف الشديد نعم كيف نوصف أيضا استغلالها لمنابر المساجد لحشد الناس لهذه المناسبات والفعاليات الطائفية المتعلقة بالميليشي الحوثية ما يتعلق موضوع المساجد نحن نعلم أن المساجد يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الصراعات الحزبية والقبلية والمناطقية والمذهبية وعندما كنت على رأس وزارة الأوقاف أمنا أكثر من تعميم لأنه يجب أن يكون هذا المنبر منبرا عاما لتوجيه الناس وإرشادهم ودعوتهم إلى الفضيلة ومحاربة الرذيلة وعدم جر المنبر إلى أي استغلال سواء كان ميليشاوي أو حزبي أو قبلي أو شخصي والسبب في ذلك أن المصلين الذين يحضرون الجمع متعدد المذاهب والتوجهات السياسية والفكرية والمستقلين وبالتالي أن يتحول هذا المنبر إلى أداة سياسية لتوجيه الناس ضد بعضهم البعض لتوجيه الناس ضد محافظاتهم ويستخدم أيضا للتكفير أو التفسيك أو نبذ أي مخالف سياسي بأي مصطلحات دينية فإن هذا مخالف للشراء والدستور والقانون والعقل والمنطق لأن المنابر يجب أن تكون كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل الناس وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وبالتالي نحن اليوم عندما نشاهد الإحصائية التي قام بها الحوثي في السيطرة على المساجد ربما مناطق سيطرة 95% من الجوامع والمساجد كل الخطباء مفروضين فرضا بالقوة من قبل ميليشيات الحوثي وإن وجد خطيب غير منتمي للحوثيين فإنه مقيد لا يستطيع الكلام وإذا تكلم دخله السجن هذا غير الدعاء والعلماء والخطباء الذي تم زجهم في السجون ومنهم من تم تهجيره وإخراجه من اليمن قسرا فنحن أمام انقلاب طال كل شيء طال السياسة والاقتصاد والإعلام والدين والمسجد والأسرة وكل مناح الحياة لسنا أمام انقلاب سياسي فقط كما يحصل في كثير من الدول الأخرى فالمنابر ليست هذه النصيحة فقط للحوثي بل لجميع التيارات الدينية والمدارس الفقهية أن تنأى بالمساجد عن الصراعات لأنها هي المكان الوحيد الذي ما زال آمن إلى هذه اللحظة فيجب أن يظل هذا الأمان يسكن المسجد للأبد نعم برأيك الدكتور ما الذي تسعى إليه الملشي الحوثية من خلال هذه الطقوس لا سيما في يوم عاشورة وفي غيرها أيضا من المناسبات يوم عاشورة هو يوم مدى الله في موسى من فرعون وأمرنا في السنة المطهرة بأن نصوم شكرا لله وهم يقولون بأنه اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه على يد من أخرجوه مع أننا عندما نستقرئ التاريخ نجد أن الذين اعتدوا على الحسين في هذه الجريمة المروعة هم من أنصار علي رضي الله عنه وهم من وقفوا معه في النهروان وفي صفين وفي كثير من المواقع فهم أخرجوا الحسين ليقتلوه وهم الذين اعتدوا عليه ومذكورين في كتب التاريخ بالإسم وما زالت أسرهم وذراريهم إلى هذه اللحظة جيلا بعد جيل في كثير من محافظات العراق لأنه خرج من المدينة أو من مكة إلى الكوفة بالعراق وبالتالي هم الآن يضربون أنفسهم حزنا أنهم خذوا الحسين حسب زعمهم ونحن أولى بالحسين وهذه جريمة حصلت في التاريخ وهي تعتبر من جرائم القتل السياسي التي نستنكرها ونعتبر أن الذين قتلوا الحسين مجرمين قتله لكن أيضا بالمقابل يجب أن لا تستغل هذه الحادثة استغلال سياسي كما يفعل الشيعة في كثير من البلدان فإن الخليفة عمر استشهد والخليفة عثمان استشهد والخليفة علي أبو الحسين استشهد فلماذا لا يتحدثون عن استشهاد الثلاثة فلنقول أنهم لا يحبون عمرا ولا عثمان لماذا لا يحتفلون ويندبون حظهم على مقتل علي رضي الله عنه يدل على أن المسألة فيها سياسة بحتة وهي ارتباط المسألة وارتباطهم بالفرس الذين يتغنون بهذه الحادثة التي نحن نستنكرها ونترضى عن الحسين ويعني نعتبر أن من أقدم على هذه الجريمة يعتبر قتله مجرمين ملعونين لكن بالمقابل هي استغلت استغلال من أجل إساءة للدين وللقرآن وللسنة والاستهداف الشعوب المسالمة الأخرى فيجب أن توضع هذه الحادثة كغيرا من الحوادث في مجراها الحديقي دون تجهير ولا تسيس كما يفعل الحوثيين وبقية الميليشيات التي تتبع إيران شكرا جزيلا للدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف السابق أعود إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور قايد الشريفي الأكاديمي والباحث السياسي نتحدث أيضا عن مظاهر أخرى تمارسها الميليشيا أو تسلكها الميليشيا الحوثية لنشر فكرها الطائفي نحن عندما نتحدث عن الطائفية أو نضع مصفوفها وقائمة الحوثية تربع على رأس هذه القائمة فهو منذ أول وهلة ظهر فيها في اليمن خاصة في العصر الحديث هو قائم على تقسيم المجتمع إلى قسمين إلى سادة إلى عبيد إلى قناديل إلى زنابيل إلى مصطفين إلى أتباعه ما إلى ذلك لم يقسم فقط الحوثي المجتمع بل قسم الأسر اليوم الأسر التي في مناطق سيطرته انقسمت على أنفسها فظهرت الجرائم حتى هي بناء على هذه الطائفية عندما يجد الإبن الأب لا يمجد الحوثي وسلالة الحوثي وطائفة الحوثي كم سمعنا عن قتل للأقارب فيما بينهم البين يعني الإنسان يقتل زوجته يقتل أباه يقتل ولده يقتل أخاه بالأمس سمعنا جريمة هزت أركان المجتمع فيه يعني أخ يقتل ثلاثة من أشقائه هذا القاتل هذا أتى من دورات يعني قريبة الأهد للحوثي شحن يعني طائفي أدى به ليس إلى تقسيم المجتمع بشكل عام بل إلى تقسيم أسرته يعني أشقائه الذين خرجوا يعني من بطن أمه فقسمهم إلى أن هؤلاء هذا فعلا من مصطفين الذي فعلا له الحق في الحياة كونه يقدس الحوثي والساد وما إلى ذلك وهذا ليس له الحق في الحياة الحوثي اليوم يعني الطائفية الأرقية التي عند الحوثي هذه ليست موجودة حقيقة إلا عند شبيه لها النازية أيام هتلر قائمة على العرق الآري وتقديس الأرق الآري وتمجيد الأرق الآري هذا الحوثي الآن لم يقل فقط ليس له حق المواطنة بل تعداه إلى ليس له حق الحياة من لم يقدس هذه الطائفة وهذه الجماعة وهذه السلالة وهذا حتى أتباع الحوثي البعض في إطار ذلك يقول أنه من لم يستطع الحوثي يعني الحوثي أن يقنعهم أو أن يجبرهم باعتناق هذه الأفكار الطائفية ما يسمى الطائفية العقائدية هو الآن يعمل على إجبالهم يعني بما يسمى بالطائفة السياسية أن ارتضوا بما أقوم به ادعموا هذا الشيء تفاعلوا معه ولو لم تعتنقوه هذا يشوف يعني ظهر يعني عراب التشيع السياسي نعم في الأصل الحديث هو الأمير العام حزب الله هذا وحزب الله اللي هو حسن نصر الله أظهر ما يسمى بالتشيع السياسي كل جماعة في دولة لها عقائدها لكن القاسم المشترك أو الصنط المشترك بيننا التشيع السياسي وإلا فالزيدية في أصول مذهبهم يكفرون الجارودية الذي هم الحوثي لأنهم ينكرون الإمامة الإمام الخامس الذي هو الكاظم هذا فمن ناحية العقائد بينهم البين هناك تناقض وبون شاسع جدا لكن جمعهم القاسم السياسي فتجد أن الإيران داعمها للحزب الله داعمها للحشد الشعبي داعمها للشيعة في سوريا داعمها للحوثي على أنهم مع أنهم لا يؤمنون بأنه يعني شيعي من الصفوة بل وصفهم يعني بعضهم بأنهم شيعة الشوارع كان يقول لهم الحوثيين عندما ظهروا في البداية يعني ظهرت هذه الطائفية الأرقية عند الحوثي من هذا المنطلق من هذا الأساس فقسم الناس وحتى أتبعه في المجلس ما يسمى بالمجلس السياسي ليس لهم الامتيازات التي للسيد فلا يجرأ مثلا أحد منهم أن يخالف قول السيد أو يخالف رأي السيد أو توجيهات السيد أو أن يدعي ما للسيد يعني من امتيازات ومن اصطفاء تجد الأستاذ الدكتور الأكاديمي الكبير يأتي ويمجد السيد ويدخل في دوراته التي يقيمها يعني مشرفون أكثرهم لم يتلقى حظه الجيد من التعليم فتجد مثلا رئيس جامعة يحضر في دورات الحوثي أستاذ دكتور يحضر في دورات الحوثي بل يناقشون أصبحوا الآن يناقشون ملازم السيدة الطائفية ويقدمون فيها رسائل ماجستير ورسائل دكتورة وتناقش هذه في جامعة صنعاء يعني يحضرها يعني كبار الدكاترة كبار الأساطين العلم في البلد يناقشون مثل هذه الترهات القائمة على أساس طائفي نعم إذن سنعود أستعود إليك دكتورة قايدة شريفي نذهب مشاهدين الكرام إلى فاصل قصد ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة من حديث العاشرة نتحدث فيها عن استغلال الميشة الحوثية لمناسباتها وفعالياتها الطائفية في تطييف المجتمع ونهب أموال اليمنيين فاصل ونعود أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشرة نناقش في هذه الحلقة استغلال الميشة الحوثية لفعالياتها ومناسباتها الطائفية في تطييف المجتمع ونهب أموال اليمنيين أرحب من جديد بضيفنا في الستديو الدكتور قايدة شريفي الأكاديمي والباحث السياسي مرحبا بك دكتور من جديد يعني برأيك دكتور لماذا هذا التطرف الطائفي من قبل الميليشية الحوثية في مجتمع الغالبية الساحقة منه ترفض هذه الميليشية ترى فيها خطرا يتهدد الحياة السياسية الاقتصادية الثقافية نعم طب الحوثي عندما أتى هو بدأ بالرأس بدأ بالدولة انقلب على الدولة انقلب على مؤسسات الدولة وإن الله يزعب السلطان ما لا يزعب بالقرآن كما في الحديث في الحديث فبما أنه سطع على الرأس إذن تولى مقاليد دفة الحكم في البلد فأجبر الناس بتحت الحديد والنار دولة بوليسية الحوثي عصابة بوليسية يعني ما لم يأخذه بالفكر وبالتثقيف أخذه بالحديد والنار فاستخدم كل أداة من أدوات الدولة القديمة التي كانت موجودة في اليمن الإعلامية والتعليمية والدينية والفكرية والجامعات والمساجد والمدارس والتوجيه المعنوي في الجيش تستخدم كل أداة لتصب في هذا السياق السياق الطائفي الذي نعني به امتيازات لعرق معين لإسراء معينة لطائفة معينة امتيازات هذه لا يقررها لا يقررها الدستور القارون لا تقرر حقوق المواطنة استخدمها انقلب عليها هو أشبه ما يكون بسائق أتى على سيارة جاهزة فيها كل الأدوات فاستخدمها وجيّرها لتصب في في مصلحته و و و ما يعني يطول أمده وحكمه في في البلاد نعم الآن نتحدث أن الميليشية الحوثية يعني كيف تتسبب يعني فيما يتعلق بحساسية مذهبية آخذة في النمو هي تعمل على تشريع المجتمع قدر ما تستطيع نعم طبعا الحاضنة التي كانت في اليمن خاصة فيما يتعلق بصنعها وما جاورها من هذه المحافظات القريبة منها هي حاضنة زيدية و الزيدية هي امتداد للشيعة لكنها أقرب الطوائف كما يقال لأهل السنة ف وجود الحاضن الزيدية هذه يعني ساعده في نمو أفكاري الخميرة كانت جاهزة مع أن يعني نفخ فيها حتى تكونت فعلا يعني عصابات لهذا البعد الطائفي وأيضا بالمقابل الحقيقة وهذه شهادة لله ثم للتاريخ أن أغلب من يقاتل الحوثي اليوم هم أبطال وأحرار ونجباء أتوا من حواضن زيدية ف يعني من العدم العدل يعني القول أن كل من انتسب أو كان في محافظات زيدية أنه فعلا يؤمن بالفكر الحوثي الطائفي البغيض الذي موجود فالحوثي أتى إلى هذه المناطق وجيرها لحسابه جيرها لمصالحه جيرها لبقائه استخدم كما ذكر يعني كل الأدوات كل الوسائل للصب في 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 هذه المعساة الطائفية التي وجدت في اليمن طبعا ذكرت قضية المذاهب الحوثي بالنسبة له هو نفس امتداد الاثنى عشرية التي موجودها اليوم في ايران الاثنى عشرية لم تكن موجودة عندنا بالنسبة لنا في اليمن كان عندنا يعني الزيدية الزيدية هي قريبة جدا لأهل السنة قريبة تعتبر من أقرب طوائف الشيعة لأهل السنة لكن الاثنى عشرية لا الاثنى عشرية يعني بيننا وبينهم حقيقة يعني بعد كبير جدا بينهم وبين أهل السنة فيما يتعلق بالعقائد فيما يتعلق بالعيدولوجيا فيما يتعلق بالأفكار السياسية النفوذ السياسي التوسع السياسي فأتى بها وأدخلها إلى البلاد وامتطاها بل إن بعض الزيوت يعني بعض كبار الزيوت يعني قال في كلامي له قال نديمت على أني صليت خلف الزيوت سبعين سنة عند دمائة الحوذي هذا واحد من كبار الزيوت بل حتى الزيوتية يعني أنفسهم يعني لم يسلموا من تجيير الحوذي الشعب لصالح المذهب الاثنى عشرية الإيراني المسيطر يعني في إيران وفي غيرها من الدول نعم نتحدث أنه تسعى الميشة الحوذية من خلال هذه الفعالياتها ومناسباتها الطائفية لتكريس النفوذها الأمر متعلق بذلك لإطالة أمد انقلابها بلا شك يعني كل ما يضع في الشعب فكريا وعقديا وتعليميا هو يصب في مصلحة الباطل الذي أتى على هذا الشعب فكل فرقة كل جهل كل عدم وعي كل ارتهان أو ارتزاق أو تبعية هي تصب في مصلحة الحوذي تطول أمد الحوذي كل نقطة ضعف في الجهة المقابلة اللي هم الشرعية وعتباعها هي نقطة قوة للحوذي والعكس والعكس صحيح فهذا التفريغ الفكري العقدي التعليمي في مناطق سيطرة الحوذي لا يصب حقيقة إلا في زمن تطويل بقاء الحوذي في المجتمع حقيقة نحن في ضعف الشرعية كأدوات ليس كمظلة المظلة الشرعية هي جامعة وهي الخيار الوحيد نحن نقول إما الدولة وإما المليجيات إما الدستور والقانون وإما ملازم السيد إما الجيش الوطني وإما كتائب الموت يعني لا خيار بالنسبة لنا كإمنيين لكن ضعفنا الموجودة اليوم حقيقة في الشرعية ساهم وسيسهم في تطويل أمد الحوذي وبقاء سيطرته وإلا حقيقة في الحوذي يعني قاتل في دماي ستة أشهر لم يستطع أن يخطو وهو يقاتل شوية طلاب علم لكن عندما غفلنا وتفرقنا وتشتتنا وصل الحوذي إلى ما وصل إليه وسيستمر يعني حقيقة إن لم نرجع إلى أنفسنا ونتوحد ونجعل هنا قواسم مشتركة خاصة فيما يتعلق بالحوذي نعم قواسم مشتركة في إطار التوحيد الصف لمواجهة لا بلا شك في إطار الشرعي بلا شك من خلال هذه التقوص الوافدة تحديدا من إيران والمستوحان من الفكر الإيراني يعني معذرة كيف تؤكد الميليشيا الحوذية أنها أداة إيرانية لتحقيق أجندات أيديولوجية سياسية إيرانية الحوذي منذ ظهوره وهو سعى إلى تفريغ المجتمع اليمني من هويته هويته اليمنية هويته الإسلامية هويته العربية فيعني لم يألو جهدا ولم يتخفى أصلا لم يتخفى بل منذ أول يوم حقيقة يعني أظهر ما يسمى بالحسينيات أدخل اللغة الفارسية اللغة الفارسية هذه لغة قومية يعني لا يكتب بها أي مصطلح علمي في أي جامعة في العالم حتى في إيران حتى في إيران يعني الجامعات العلمية الطب الهندسة بالإنجليسية بالإنجليسية يعني أصحابنا يعني أتب بما لم يأتي به الأوائل فأدخلوا اللغة الفارسية في الجامعات اليمنية بالرغم منها يعني لغة قومية يعني منحصرة أتباعها أنفسهم يعني لا يستخدمونها في الجامعات العلمية فأدخلها ويعني عمل ما عمل في هذا الأساس طبعا لماذا يقيم الحوثي هذه الفعاليات أو أنها صدى لإيران طبعا أول حاجة مزيدا من تبعيه الإرتهان لإيران هو لا ينكر ذلك هو لا ينكر ذلك مطلقا يعني وكما قال يعني قائلهم يعني في أيام الثورة بعد ثورة سبتمبر لما قال فلنا إخوة كرام بفارس عندما كان يخاطب المملكة العربية السعودية والدول العربية يقولوا إن لم تكونوا معنا فلنا إخوة كرام بفارس يعني فعلاقتهم بفارس علاقة تاريخية بالفرس من هذه الأئمة يعني منذ القدم فيظهرون المزيد من التبعية مزيد من الولاء أيضا كلما يعني أظهروا من هذه الخرافات والتفريغ الفكري والعقدي والتعليمي في المجتمع كلما يعني انتشرت أفكارهم انتشرت خرافاتهم انتشرت يعني معتقداتهم التي يعني لا يمكن أن يقبلها العقل يعني يخبروني بعض الإخوة أنهم يعني ألقوا القبض على السير حوثي السير حوثي أمره 12 سنة تقريبا طفل صغير ويصيح فيهم يقول اقتلوني أريد أن أكون مع سيدي حسين مع سيدي حسين فيعني طفل صغير يعني يريد أن يلتحق بسيدي حسين كما يعني يقول قال اتصلنا بأمه وقلنا لها يا حاجة هو الذي عندنا كيف نوصله إليكم قالت لا أنا لدي أربعة من الأولاد أريد أن يكون مع سيدي حسين فأفرق العقول من الثقافة الإسلامية المعتدلة الصحيحة وحشوها بهذه الخرافات والخزعبلات والأساطير التي ما أنزل الله عز وجل بها من السلطان يعني سموم الطائفية التي تروج لها الميليشيا الحوثية سواء كانت طائفية عقائدية سياسية هل ستفجر غضبا شعبيا يعني يجدرف هذه الميليشيا الشعب اليمني هو شعب المسلم وفطرته إسلامية بحمد الله والحوثي هو فكرة دخيلة على المجتمع اليمني وبالتالي حورب هو وأسلافه منذ ألف سنة وهم يحاربون حقيقة ولم يظهروا إلا في حالة واحدة حقيقة في اليمني عندما تضعف الدولة وتغيب الدولة وتتفرق يعني عدوات الدولة أو يتم هناك خلل في قضية الدولة الحوثي حقيقة كفكر هو مثل الطفيري لا يمكن أن يعيش إلا في جسم وبالتالي يظهر إذا ضعفت الدولة ويختفي إذا قويت الدولة الدولة ولو كانت حتى الدولة هشة لكن بمجرد يعني غياب الدولة يظهر الحوثي يظهر الحوثي ويسيطر على امتداد القرون السابقة ضعفة الخلافة الإسلامية في القرر الرابع فسيطروا على بغداد مئة سنة البواهيين هذولا وكذلك في كل الدول أي العبيديون وغيرهم اليوم لن يصدقون مشهد في العراق في سوريا في لبنان هم هؤلاء أحفاد البواهيين وعندما ضاعت الدولة العراقية وضعفت وتفرقت وهي كانت في العراق وما العراق وكذلك سوريا ولبنان كل هذه المناطق واليمان أيضا تجد أن القاسم المشترك بينها غياب الدولة في كل الحقاب التي كانوا يحكمون فيها كانت فيها الدولة الإسلامية في أضعاف مراحلها صحيح لذلك الآن لو نظرت العراق وسوريا ولبنان واليمان تجد أن القاسم المشترك فيها قضيط ضعف أو غياب الدولة فيظهر الحوثي هذا يعني مثل الجسم الذي يفقد يعني مناعته فتظهر فيها الأمراض ولو كانت أمراض يعني بسيطة الحوثي حقيقة يعني فكرة تحمل في داخلها بذور الزوال لو توحد الدولة ولو ظهر الدولة والله والحوثي يعني مئات السنين ومع ذلك لم يستطع أن يظهر يعني كان يعني منعزل في في عماكنه في مناطقه يعني يظهر وينزوي كفكر كفكر لكن لا ينزوي كوجود لا ينزوي كوجود ولذلك يعني النظام السابق يعني جازاهم الله بما يستحقوا يعني هو السبب حقيقة في تطويل امتداد الحوثي وعمد الحوثي وسيطرة الحوثي يعني هو الذي أنشأه وكان يظن كان يظن أنه سيكون ورقه رابحة يلعب به يعني في قضية مقايضات سياسية لدول الجوار أو الأحزاب السياسية في اليمن وأظهره لكن يعني رأينا يعني ما عالت الأمور إليه والعقلاء منهم اليوم يدركون ما وقعوا فيه يعني سابقا نعم عندما تحدث من الناحية القانونية كيف توصف القانون القوانين المحلية الدولية مثل هذه الممارسات التي فحواها يعني تكريس للأفكار الطائفية صبغها بلوثة عنصرية تدعو للعنف تحرض على القاتل ونشر الإرهاب يعني هم الآن عندما يعني يدعو المقتر الحسين وما إلى ذلك وأنه يجب أن نثأر الحسين ممن تثأر يعني للحسين بعد قضية حصرت قبل قرابة 1400 سنة يعني قبل القوانين الشرائع السماوية جرمت الطائفة جرمت العنصرية أدانة العنصرية نحن في القرآن الكريم يعني كل المسلمين يعني يحفظون إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أخلاقناكم من ذكري وأنثى يحفظون ناس سواسية كأسنان المشت لا يفضل لعجمي على عربي على عجمي إلا بالتقوى يعني فلا توجد آية واحدة تمجد الإنسان لجنسه أو للونه أو لطائفته أو لعرقه أبدا حتى الآيات المتعلقة بالتفضيلة تتعلق بالرزق وما إلى ذلك يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم لذلك يعني الشرائح سماوية تجرم هذا أيضا القوانين والدساتير وحقوق الإنسان البشرية عانت كثيرا من هذا المرض هذا الآفة آفة الطائفة والعنصرية لذلك مثلا تجد مثلا في أفريقيا بل في أمريكا يعني كانت العنصرية والطائفة إلى قريب يعني لا يسمح لمن لونه مثلا كذا أن يدخل الجامعات لا يسمح لحلو أن يركب الحافلات لهم كراسي مخصصة في الحدائق في الشوارع في كل مكان فعانوا منها يعني أشد المعاناة فوجد ليش؟ لأنهم وجدوا يعني من نتائجها ما فرق البلدان ما فرق المجتمعات ما فرق الناس ما سفك الدماء ما سفك الدماء فتخلصوا منها وأصبحت هذه الدول التي نراها اليوم ويشار لها بالبنان أنها دول متقدمة دول متطورة أو ما يسمى بدول العالم الأول نحن لازلنا في ذلك القائمة ونحن أحق بنبد العنصرية والطائفية نحن كمسلمين إذ أن كل آيات القرآن الكريم كل أحادث النبي عليه الصلاة والسلام كل يعني أقوال التابعين كل أقوال السلف ينبذون الطائفية وهناك حقيقة يعني معلومة أنا أظن أن كثيرا من الناس يجهلوها هذه المعلومة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلماء بني هاشم في القرون المفضلة أن جميع قال إن جميع علماء بني هاشم في القرون المفضلة كانوا يقدمون أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه ويرفضون ما يقوم به الروافض من بدع وخرافات ومن كذب عليهم يعني يعني جعفر الصادق رحمه الله تعالى هؤلاء حقيقة أنا الصالحين وفي كثير من كتبهم يعني يذكرون أن هؤلاء يكذبون عليهم ويزورون عليهم وينسبون لهم ما لم يقولوا من أقوال فحقيقة يعني لا شرائع السماوية ولا القوانين ولا العادات والتقاليد والعادات والتقاليد ولا حتى أئمة أهل البيت يعني الأئمة فيما نقل عنهم في الصحيح حتى في كتبهم يجرمون مثل هذه الطائفية التي يقوم بها الحوثي وغيره نعم إذن في أقل من دقيقة أهمية الحشد الجهود الرسمية الشعبية لمواجهة هذه الممارسات وهذه الطقوص الطائفية الحوثي فكرة باطلة في أساسها ولا بد من مراغمة الباطل وأهم مراغمة للباطل هي توحيد الصفوف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة وإيجاد قواسم مشتركة خاصة فيما يتعلق بالحوثي بعض الناس الآن ينظر إلى معارك جانبية وهي حقيقة مؤلمة لكن ما يتبعنا أو ما هو أمامنا هو حقيقة أكتر من جميع المشاكل الجانبية هي مؤلمة حقيقة فمثلا أعضاء المجلس الرئاسي حقيقة ندعوهم إلى أن يعني يوحدوا الكلمة ويوجدوا من القواسم المشتركة ما يستطيعوا العمل في ضوئه كذلك الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب كذلك جميع الشعب نحن نقول إن كل مصيبة وكل كارثة دون الحوثي تعتبر سهلة وما لم يتحرر اليمن من الحوثي الذي دمر البلاد والعباد فلن تخطأ أي مشكلة دعني أضرب لك مثال فقط فيما يتعلق بالقرارات القرارات البنك الأخيرة كيف التف الشعب جميعا حولها لأنها كانت ضد الحوثي حقيقة يعني اتحدث الكلمة تصب في مصلحة اليمنيين في القضاء على الحوثي في تجفيف موارد الحوثي أنت تتحدث عن قضية كيف يستغل الحوثي على عياده المناسبة تنهب الأموال استطاعت الشرعي بهذا القرار الفريد الشجاع ونحن نحيي حقيقة يعني الإخوة المصدرين لهذا القرار وعلى رأسهم حقيقة يعني محافظة البنك السيد أحمد المعقبي يعني على قضية تذييل هذا القرار الشجاع باسمه حتى نهبوا بيته واحتلوا بيته وباءوا محتوياته لأنه ذيل هذا القرار الشجاع يعني باسمه فكل قرار ولو كان يعني حقيقة يعني بسيط لكنه يصب في القضاء على جهد البنك شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة الدكتور قايد أشريفي الأكاديمي والباحث السياسي مدير عام الأوقاف السابق في محارة الشبوة شكرا مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله شكرا